بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى ثانوين مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا مازلنا معكم مع حل تمرين للمراجعة الفرد الثاني على القوى والحركات المنحنية إذن لماذا لم أشاهد الجزء الأول ما عليك إلا أن يعود الجزء الأول لأني حلت سؤال الأول والثاني يلا مع بعض نكمل هذا التمرين الرائع رح ينفعكم كثيرا يمدلكم معلومات كثيرا رغم أن كل هذه المعلومات موجودة في الدروس إلا أننا رح نثبت كل هذه المعلومات ونفهمها أكثر يلا مع بعض نقول بسم الله ونبدأه إذن قلت أن نقذف كرة حديدية صغيرة لتسقط بقرد من نقطة القذف على سطح الأرض نصور حركة الكرة ونعالد شريط الفيديو ببرنامج ببرنامج فنحصل على التسجيل التالي اللي هو هذا التسجيل من هذا هو التسجيل إذن يقول سؤال أول حلناه ما نوحل الحركة ثم بعد ذلك هل تؤثر في الحركة قوة حسبنا قيم السرعة عند آم واحد آم ثلاثة آم خمسة آم سبعة الآن ثم بعد ذلك مثلنا أشعة السرعة عند المواضع السابقة الآن وصلنا للسؤال الخامس وش يقول السؤال الخامس عين خصائص شعاع تغير السرعة عند آم ثلاثة وآم ثلاثة احنا كلنا نعرف في الدرس خصائص شعاع تغير السرعة بشكل عام ولكن هنا يطلب يعني يطلب السؤال عند الموضع آم ثلاثة وآم ستة يلا على بركة الله نقول بسم الله ونبدأه مع بعض إذن رح نكتب خصائص شعاع تغير السرعة عند الموضع آم ثلاثة وعند آم سيس آم ستة إذن ندرت جدول عند الموضع آم ثلاثة وعند الموضع آم ستة قبل ذلك لازم نكتب العلاقة الشعاعية التالية اللي رح تمدلي دلتا في ثلاثة إذن دلتا في ثلاثة حسب القانون رح يساوي لي في ثلاثة الشعاع في ثلاثة ناقص الشعاع في واحد لأنني طبقت القانون العام اللي يقول دلتا في إي ماذا يساوي؟ يساوي في إي زايد واحد ناقص كشعاع طبعا ناقص في إي ناقص واحد طبقت هذا القانون إذن بالنسبة للمبدأ المبدأ دائما رح يكون عند الموضع المعتبر ولكن هنا عندي الموضع هو آم ثلين يعني نرسم شعاع دلتا في ثلين عند الموضع آم ثلين الحامل دائما لا يتغير دائما شقولي إذن تحفظ ولكن يعني أنصحكم دائما أنكم تفهموها ثم تحفظوها ولكن تبقى نفسها في أي موضع نغير فقط الموضع المعطى الجهة دائما نحو الأسفل يعني نحو مركز الأرض إذن كل هذه الخصائص تنفعكم باش ننثلوها الطويلة نقول أنها ثابتة يعني دلتا في ثابتة ثم بعد ذلك نجيل الموضع آم ثلين نفس الشي نكتب المبدأ شعاع دلتا في ولكن قبل ذلك خلينا نعرف دلتا في ستة ماذا يساوي؟ يساوي في سبعة بتطبيق القانون ناقص كشعاع طبعا ناقص في ستة ناقص واحد في خمسة هذا هي العلاقة الشعاعية اللي تمدلي دلتا في ستة تاحي أتابع المبدأ نقول عند الموضع الموضع ماذا؟ آم ستة نكتب آم ستة الحامل قلت دائما لا يتغير شقولي أو نقول عمودي ثم بعد ذلك الجهة نحو الأسفل دائما أو نقول نحو مركز الأرض الإجابتين صحيحاتين ثم بعد ذلك الطويل نقول طويلة نقول أنها ثابتة الآن هذا بالنسبة لسؤال الخامس نجيل السؤال السادس ماذا يطلب السؤال السادس؟ يقول تحقق من وجود القوة المؤثرة حدد حاملها وجهتها وهل هي ثابتة طبعا هنا في حالة القذيفة الجسم يخضع لقوة واحدة فقط وهو وهي قوة ثقليه إذن ماذا نكتب في الإجابة؟ نكتب الجسم إذن نكتب الجسم آس معروف هنا آس خاضع لقوة تأثير الأرض عليه وهي وهي قوة ثقليه الآن في السؤال يطلب مني حاملها جهتها ثابتة لازم تعرفوا شيء أن خصائص قوة هذه القوة هي نفس خصائص دلتا فيتاي إذن رح نكتب نفس الخصائص نقول حاملها كيف يكون حاملها شوفوا معايا شاقولي حاملها شاقولي يعني تذكروا دائما أن خصائص القوة هي نفس من خصائص دلتا فيتايش تغير السرعة جهتها وجهتها نكتبها كامل في جملة نحو الأسفل تكون دائما نحو الأسفل الثقل دائما نحو الأسفل وثابتة القيمة نقول هل هي ثابتة القيمة نقول نعم ثابتة القيمة نجي للسؤال السابع وش يقول سؤال سابع ما هو مصدر القوة المؤثرة اعترام صحة نقول أنها هي قوة تأثير الأرض إذن ما هو مصدر هذه القوة مصدرها هي هو مصدر هذه القوة هو مؤثرة على الجسم هو الأرض إذن نكتب نكتب مصدر دائما نفس الأسئلات تنعاد في كل مرة مصدر القوة المؤثرة على الجسم على الجسم ما هي مصدر هذه القوة أقول هو الأرض إذن رمزها ما هو رمزها قرناها منذ السنوات الرابعة المتوسط قرنا أنها هي قوة تأثير الأرض على الجسم أو ممكن نكتبها قوة ثقلها الرمزين صحيحين الآن نجي للسؤال الثامن مش يقول سؤال الثامن شوفوا ما يا يقول أحسب أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة وكيف يسمى نحن كيف عرفنا أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة قلنا أنه رح يكون شوفوا معي عند المواضع شوفوا القذيفة تتحرك أو تكون مصارها منحاني توصل إلى أعلى نقطة وأعلى نقطة هو أعلى موضع تصله القذيفة هو أم أربع أقصى ارتفاع تصله القذيفة هو هذا الارتفاع اللي رح نسميه عاش سميناه في الدرس أيضا هو عاش إذن هنا نرسم هذا الارتفاع لازم ترسموه بالمستارة طبعا إذن هذا هو أعلى ارتفاع تصله القذيفة شوفوا معي نعاود لازم يكون خط عمودي على الأفق هذا هو أقصى ارتفاع تصله القذيفة اللي رح نسميه أش إذن مطلوب مني حساب قيمة أش إذن كيف رح نحسب قيمة أش ركزوا معي إذن بالمستارة نحسب المسافة بين آم أربعة نشوفوا معي إلى غاية هذه النقطة على الأفق شوفوا معي هذه المسافة شوفوا شوفوا معي نعاود آش آش تاعي إذن هذه المسافة نحسب آم أربعة إلى غاية هذا المكان هذا هو أش بالمستارة نحسب أضع سفر تاعي على آم أربعة ونحسب المسافة نلقاها بالضبط سبعة فاصل خمسة إذن وش رح ندير رح أقول أن إذن نكتب أولا حساب سؤال الثامن حساب شوفوا معي حساب أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة 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 رح نسميه آش من قوسين آش إذن آش تاعي ماذا يساوي إذن حسبت المسافة بين آم أربعة والإسقطة العمودة على الأفق إذن سبعة فاصل خمسة في ما ننساش أنه هذه على الرسم إذن لازم نضربها في السلم السلم هو عشرين في سفر فاصل سفر واحد لازم السلم يكون بالمتر إذن آش تاعي رح تخرج لي بالأهل حسابة واحد فاصل خمسة متر إذن هذه هي أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة كيف تسمى هذه النقطة نقول تسمى 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 الذروة ثم بعد ذلك السؤال التاسع إذن وش يقول السؤال التاسع يقول أحسب أقصى مسافة أفقية وكيف تسمى إذن وراه أقصى مسافة أفقية شوفوا معي نمثلها إذن أقصى مسافة أفقية هي هذه المسافة شوفوا معي إذن من أم سفر إلى غاية أم ثمانية هذه هي أقصى مسافة أفقية هنا فقط نمحي هذا إذن أقصى مسافة أفقية رح نسميه آل أقصى مسافة أفقية هي المسافة بين أم سفر وآم ثمانية إذن نكتب حساب أقصى أقصى مسافة أفقية اللي رح نرمز لها بالرمز آل إذن آل تاعي ماذا يساوي قلنا هي المسافة بين موضع القذف وموضع سقوط الجسم على الأرض طبعا في السلم منساش القاعدة في السلم السلم لازم يكون دائما بالمتر إذن آل بتاعي إذن نجبد المسطرة ونحسب المسافة الأفقية بين أم سفر وأم ثمانية هكذا أضع صفر تاعي عند أم سفر ونحن راح تخرج لي بالتقريب ثمانية فاصل شوفوا معايا ثمانية فاصل سبعة إذن نكتب هنا آل تاعي تساوي ثمانية فاصل سبعة في السلم اللي هو عشرين سنتيمتر نحوله إلى المتر سفر فاصل سفر واح نكتب هنا طبعا سلم المسافات باش نذكركم به إذن لكل واحد سنتيمتر قلنا يمثل عشرين سنتيمتر ولكن هنا حولت للمتر إذن آل تاعي المسافة الأفقية هي واحد فاصل اربعة وسبعين متر كيف تسمى هذه أقصى مسافة أفقية إذن نقول تسمى هذه المسافة الأفقية في الذرواء في القذيفة تسمى المدى نجي للسؤال العاشر وشيقول للسؤال العاشر أرسم معلم مبدأه أم سفر ومحاوره أو إيكس أو إيكراك ثم أسقط المواضع واستنتج نوع الحركة أس أفقيا وشيقوليا وفسر النتيجة شوفوا معي إذن نمحي كل هذا إذن وش راح ندير راح نرسم معلما مبدأه أم سفر هكذا راح نرسم معلم أولا معلم راح يكون معلما هكذا أو إيكس هذا هو أو إيكس ثم ثم بعد ذلك نجي هنا نرسم مستقيم ويعامده هيمثل لي أو إيكراك هكذا هكذا إذن فقط نسمي المعلام بتاعي هنا أو إيكس هنا أو إيكراك طبعا هنا بالمتر وهنا أيضا بالمتر ثم يقول ثم أسقط المواضع على إذن نسقط المواضع على المحور أو إيكس وعلى المحور أو إيكراك وأستنتج نوع الحركة وفقيا إذن نبدأ أولا بإسقاط المواضع وفقيا ثم شقوليا وش راح ندير إذن أم سفر هو المبدأ هنا عندي السفر وش راح ندير أسقط نبدأ بإسقاط أم واحد هكذا إذن أسقطه عموديا على محور أو إيكس أتحصل على آم واحد داعي ثم أسقط آم ثنين على محور أو إيكس هكذا نسميه دائما آم ثنين ونسقط آم ثلاثة نفس الشيء آم أربعة أسقطه على محور أو إيكس إذن أتحصل على آم أربعة إذن أسقط جميع المواضح أسقطا عموديا على أو إيكس آم خمسة ثم بعد ذلك آم ستة أسقط آم ستة آم سبعة وآم ثمان يرى في هذا المكان إذن ماذا نلاحظ يقول استنتج نوع الحركة إذن أولا بإسقاط المواضع جميعا على محور أو إيكس نلاحظ أن أول شيء نلاحظ أن المسافات هنأ عندي هنا أين سنتيمتر واحد سنتيمتر وهنأ بين أم ثنين وأم ثلاثة واحد سنتيمتر وهنأ بين أم ثلاثة وأم أم أربعة واحد سنتيمتر كلها واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر كل هذه المسافات نلاحظ أنها متساوية طبعا رأني في خلال نفس المجالات الزمنية بين موضع وموضع نهنأ طو هنأ طو هنأ طو هنا طول هنا بين كل موضعين عندي خلال نفس المجالات الزمنية أيضا المتساوية منهم وش رح تكون السرعة رح تكون ثابتة وبالتالي رح تكون الحركة وفقيا على أو إيكس حركة مستقيمة شوفوا المصار مستقيم هوليك المصار مستقيم ثم بعد ذلك السرعة ثابتة نقول حركة مستقيمة منتظمة إذن نكتب كل هذا إذن بعدما كتبنا الإجابة حركة الجسم وفق محور أو إيكس فقط لازم تشدوها كملاحظة أن حركة قذيفة وفق محور أو إيكراك أو على المحور الأفقي دائما تكون مستقيمة منتظمة نجيل الآن وفق المحور أو إيكراك شوفوا معيها هنا لازم تنتبهوا إلى شيء مهم جدا وفق المحور أو إيكراك يعني على هذا المحور شوفوا معيها لازم نميز مرحلتين قلنا عند قذف جسم إذن عندي مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي هذه المرحلة تبدأ من أم سفر إلى أم أربعة هي مرحلة قلنا أنها مرحلة الصعود إذن هذه المرحلة تسمى مرحلة الصعود ثم المرحلة الثانية تبدأ من أم أربعة إلى غاية سقوط الجسم على الأرض اللي هي من هذا المكان إلى هذا المكان إذن هذه هي مرحلة النزول نبدأ بمرحلة الصعود وش رح ندير رح أسقط المواضع التاهي على محور و إجريك إذا نبدأها من أم سفر أسقطه على المحور و إجريك نتحصل هنا على أم واحد ثم بعد ذلك أم ثنين أسقطه على و إجريك نسميه مثلا أم ثنين ونسقط أم ثلاثة على و إجريك أيضا نسميه أم ثلاثة ونسقط أيضا أم أربعة على المحور و إجريك أم أربعة إذا نشوفوا معي بعدما أسقطنا كل النقاط التاعي أو المواضع التاعي المتعلقة بمرحلة الصعود إذا نسقطها على محور و إجريك ماذا نلاحظ؟ أولا نلاحظ أن المصار مستقيم شوفوا معي جميع المواضع موجودة على خط مستقيم هذه الملاحظة الأولى ثانيا بش أستنتج طبيعة الحركة لازم نشوف السرعة كيف هي شوفوا معي بين الموضع نشوف بين كل موضع بين M0 و M1 أين مش faucet المسافة هذه؟ ونقارنها بين المسافة M1 و M2 نلاحظ أنها أصغر المسافة M1 و M2 أصغر من M0 و M1 ثم نقارنها بين المسافة M2 و M3 نلاحظ أنها في كل مرة المسافة تتناقص ولكن ما تنسوش أن المجال الزمني يبقى دائما نفسه بين كل موضع وموضع عدنا هنا تو وهنا تو تو وهنا تو إذن وش نلاحظ؟ نلاحظ المسافات تتناقص والمجالات الزمنية ثابتة إذن كيف نقول عن السرعة؟ السرعة راح تكون متناقصة وبالتالي طبيعة الحركة كيف تكون؟ المصار مستقيم راح تكون مستقيمة متباطعة إذن نكتب كل هذا إذن دائما على المحور O-Y نكتب مرحلة مرحلة الصعود إذن نكتب كل هذه المعلومات خرجت لحركة مستقيمة متباطعة إذن الحالة الثانية راح نشوف مرحلة النزول مرحلة النزول بنفس الطريقة بنفس الطريقة أسقط المواضح شوفوا معي أسقط المواضع الموجودة عند أو في مرحلة النزول ليهي نبدأها دائما من الذروة M4 M5 M6 M8 إذن أسقط جميع هذه المواضح إذن نمحي كل هذه أسقطها على نفس المحور ليهو O-Y إذن نعود رسم O-Y تاعي شوفوا معي نرسمه دائما بنفس اللون شوفوا معي إذن هذا هو محور O-Y وش راح ندير أسقط النقاط تاعي M4 نخليها هنا M3 نحن نحكو لهذه الخطوط إذن ماذا أسقط نبدأها من M4 خلاص سقطها الآن نجي لي M5 هذه هي النقطة M5 أسقطها على المحور O-Y هنا M5 ثم أسقط M6 إذن خليتها من نفس التسمية إذن M6 أسقطه على المحور O-Y أيضا تخرج لي هنا M6 أسقط M7 على المحور O-Y طبعا إسقاطا عموديا هنا لازم تستعملوا المسطرة M7 وهنا M8 يخرج لي في هذه النقطة إذن أسقط M8 على محور O-Y يخرج لي هنا M8 الآن وش راح ندير نفس الشيء ولاحظ أول شيء أن المصار مستقيم تخرج لي المصار مستقيم إذن الحركة راح تكون مستقيمة الآن أقارن بين المسافات كيف هي المسافات شوفوا معيها M4 إذن هذه M4 وقارن بين شوفوا معيها M4 و M5 ثم بين M5 و M6 ثم بين M6 و M7 ثم بين M7 و M8 ماذا ألاحظ؟ في كل مرة المسافات نلاحظ أنها تزداد خلال نفس الأزمنة طبعا ما ننساش أنه بين كل موضع وموضع هنا عدنا طو هنا عدنا طو هنا عدنا طو هنا عدنا طو إذن كي تكون المسافات متزايدة يعني تتزايد خلال نفس الأزمنة كيف راح تكون السرعة؟ تكون السرعة متزايدة وبالتالي طبيعة الحركة راح تكون طبيعة الحركة حركة مستقيمة متسارعة طبعا على المحور و Y تاهي أتمنى فقط أن يكون واضح نكتب كل هذه المعلومات إذن هنا فقط عندي ملاحظة هنا في مرحلة الصعود لازم نضيف كلمة بانتظام إذن حركة مستقيمة متبطئة بانتظام لأننا قلنا في البداية أن دلتا فيتاعي ثابت إذن وش معنتها بانتظام؟ كي يكون دلتا ثابت وضيف أنها بانتظام نفس الشيء عند مرحلة النزول نزول إذن حركة النزول على محور OY في هذه المرحلة تكون مستقيمة متسارعة بالتظام لأن دلتا فيتاعنا في السؤال الذي كان قبل قلنا أنه ثابت أما السؤال الأخير يقول شوفوا معي عند أقصى ارتفاع يعني يقصد الذروة وهي أم أربعة إذن محيكل هذه إذن يقول عند الذروة لهو عند أم أربعة عند أقصى ارتفاع هل تنعدم السرعة أم تأخذ أقل قيمة لها أم تأخذ أكبر قيمة لها هنا شوفوا معي معلومة مهمة عند الذروة دائما عند الذروة سيكون عندي السرعة قلنا أن الحركة وفق OX تكون منتظمة يعني السرعة ثابتة يعني عند الذروة راح تكون VX تاعي VX تاعي شوعة سرعة VX راح يكون ثابت أما وفق محور OY راح يكون VY تاعي تكون معدوم إذن نكتب المعلومة هذه إذن VY قيمة VY راح تكون منعدمة أما VX راح تكون ثابتة لأن قلنا الحركة وفق OX حركة مستقيمة منتظمة إذن نكتب هذه المعلومة بهذا أكون عند نهاية هذا الموضوع أتمنى فقط أنكم استفدتم من هذا الموضوع الرائع لمراجعة الفرض الثاني وحتى الاختبار الثاني بالتوفيق للجميع فقط ما تنسوناش بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعوم الفائدة والاشتراك في القناة ليصلكم ما هو كل جديد سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله